عودناكم في كل حلقة من حلقاتي من الحياة أن نفتح ملفا من أهم ملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصرية هذه الأيام ومن بين هذه الملفات التي اخترناها لحضراتكم لناقشها هذه الليلة هو ملف جد خطير تكلمنا في حلقات كثيرة مضت عن ما يتعلق بالأسرة المصرية وتحديدا أن مصر باتت هي الأولى عالميا في ارتفاع معدلات الطلاق تكلمنا في حلقات كثيرة مضت عن قانون الرؤية وعن مطالب كثير من الآباء المتضررين حول مفهوم الاصطدافة هناك للأسف الشديد يعني لقاءات كثيرة نسوية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على برامج التلفزيونية دائما ما تنادي بما يسمى بمفهوم الاصطدافة خوفا من أن يخطف الأب ابنه للأسف الشديد طبعا مفهوم الأب أن يخطف ابنه هذا مفهوم للأسف الشديد يعني كلنا لا نستسيغه فكرة أن أب يخطف ابنه دا بتحصلش لكن من الممكن أنه يأخذ الولد ويمتنع فعلا عن تسليمه للحاضنة دا بيحصل مشاكل كثيرة جدا حول ما يتعلق بالرؤية والاصطدافة والطلاق ولعل آخر الأحداث التي شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية هي حكاية الشاب محمد القباني شاب من محافظة ضمياط هو شاب عشريني يعني خمسة وعشرين ثمانية وعشرين سنة على الأكثر تزوج وحدثت بينه وبين زوجته خلافات زوجية كالتي تحدث بين أي تنم جوزين حصل الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن ثم مشاكل كثيرة بحسب الروايات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وامتنعت الأم أن تسلم الطفل لأبيه أو أن هو يراه يعني فيما يتعلق بقانون الرؤية محاولات كثيرة من الأب أن هو يشوف ابنه ومعرفش يشوف ابنه بشكل أو بآخر خد حباية غلى ومات شاب عشريني خد حباية غلى عشان خاطر محروم أن هو يشوف ابنه الأم ممتنعة أن يتخلي الأب يشوف الأب المسائل دي وهذه الموضوعات كثيرة جدا وكتير منها سمع حاجات من النوع ده واحد حاب يشوف ابنه وبنته ومعرفش يشوفهم خلص على حماه وحماته ومراته لأن كانت مراته واحد تاني شنأ نفسه واحد تاني مش عمل إيه أمور كثيرة جدا للأسف الشديد حينما يصاب صاحب المشكلة بإحباط أو باكتئاب أو ما إلى غير ذلك يلجأ إلى أنه يتخلص من حياته أو أنه حتى يعتدي على حياة الآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله نتكلم في هذه الليلة حول هذه القضية الخطيرة